والحنة فوائدها لا تعد ولا تحصى غير انها للشعر لكن اجدادنا وحتى ما قبل اجدادنا الفراعنة وما قبل الفراعنة كانت هذه النبتة معروفة نبات الحنة واوراق الحنة لها فوائد جدا جمالية وطبية مش للشعر لحاله ايضا الها خصائص جدا مفيدة لمشاكل الجلد والحبوب والصدفية والبهاق وحب الشباب وكانوا يستخدموها بكثرة حتى لآلام المفاصل لآلام المفاصل وكانوا يستخدموها كماد وكانوا يحنوا ايديهم ورجليهم واللي بتعرفوا انه اليوم عرص فلانة بدنا الليلة حنتها بيستخدموها للزينة وبيستخدموها للرسم بالايدين وايضا لبعض المناطق بالجسم الناس والعرب ولا زالوا الناس بالمغرب العربي وخصوصا بالسودان مركزين على استخدامات الحنة بشكل يومي غير الافراح حتى للعلاج فالحنة مفيدة جدا ونافعة جدا لمشاكل الحروق وايضا آثار الحروق جدا مفيدة يلي ما جرب يجرب منها المعلومات البسيطة اذا استخدموها اجدادنا ولا زالوا للنقش والعلاج وايضا بيستخدموها في الاعراس وليلة الحنة وما اشبهوا بيغنوا لها بيغنوا لها الحنة فبالتالي كانوا زمان يدغرغروا ويتمضمضوا بمنقوع الحنة للتخلص من قروح الفم هذه اول واحدة كان يدغرغر ويبصق فهذه واحدة بواحدة حتى للحمو اللي يدخل بداخل الشفة يكون وحبوب صغيرة وعلى اللسان وما اشبهوا مؤلمة جدا فكانوا يدغرغروا بمنقوع اوراق الحنة للتخلص من قروح الفم واللسان ومطهرة وايضا تشد اللثة ومفيدة جدا لمشاكل اللثة سبحان الله هذا نبات مش بس عشان تصبغوا فيه وتلونوا شعاركم لا بالعكس اذا ضماد استخدام اوراق الحنة ضماد نافعة ضد الاورام وضد القروح والفطريات اجزادنا ما كان عندهم كريم وروح على الصيدلية وطبيب جلدية ما كان كانوا يستشفوا بالحنة اذا علاج مثالي للثواليل وايضا علاج مثالي للثواليل الجنسية للنساء والرجال ولا حياء بالعلم نعطيكم معلومة كثير من الناس بيخجروا بتكون عندهم هذه المشاكل اما عدوى او غيره او مرض الله سبحانه تعالى ابتلا بهذا المرض فلذلك بامكاننا انه نستفيد من هذه الخصائص حتى كانوا يستخدموه اجدادنا زمان لمشاكل الجرب ولن استغرب الجرب موجود وحتى في هذا الوقت وهذا العصر الناس عايش الان بمخيمات شتات ومشردة وحروب احنا شايفين الوطن العربي فبالتالي لو عدنا لهذه المشاكل وحلها نعم الحنة مجربة ورخيصة وموجودة وين ما كان باذن الله سبحانه وتعالى يكفي انه بتنظج اي التهاب جلدي وفي صديد فكانوا يضعوا منقوع الحنة او حتى عجينة الحنة ويضعوا عليها زيت الزيتون فبالتالي كانوا يستفيدوا باذن الله سبحانه وتعالى الحنة جدا نافعة لآلام الظهر وايضا للانزلاق وايضا لمشاكل عرق النساء وفعلا كانوا يستخدموها مش اجدادنا اجداد اجداد اجدادنا امن الوصفات المسجلة واللي كانوا يتناقلوها الناس ويستفيدوا من هذه الخصائص اذا غير انه بتخلصنا من الشيب وتلوين الشعر مفيدة جدا حتى لمشاكل فروة الرأس وحتى الصدفية اللي على فروة الرأس وحتى ضد امراض الشعر ضد امراض الشعر هذه الاوراق اوراق الحنة اللي بتطحنوها وبتستخدموها فقط بالمناسبات لكن هذه خصائصها المفيدة باذن الله سبحانه وتعالى اذا كانوا يحنوا الرجلين وكانوا يتخلصوا من رائحة القدمين وكانوا يتخلصوا من الفطريات اللي ما بين الاصابع وكانوا يستخدموا من اوراق الحنة وعجين الحنة حتى للأجزمة اجزمة القدمين والايدين دائما مالك يا حلوة امحنية ايدي ليش شوفي تحسنت من الأجزمة ولا ما خليت ولا دواء فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا من هذه المشاكل ايضا كانوا يستخدموا الحنة وعجينة الحنة للتخلص من الجدري وجدري الماء وآثار الجدري يجدروا الاطفال وكانت الناس يكون عندها الجدري وكانوا يستخدموا المنقوع او حتى الكمدات فبالتالي كانوا يخلصوا من هذه المشاكل وخصوصا الأورام الجلدية الأورام الجلدية وايضا مشاكل المفاصل كانوا يعملوا كماد على المفصل بالصابون برش الصابون وايضا يخلطوا بالحنة بأي نوع من الزيوت كانوا يضعوها على المفاصل فكانوا يحسوا بمتائج جدا مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى فوائد الحنة وأوراق الحنة وعجين الحنة وماء الحنة مفيد جدا للتخلص من مشاكل الثعلبة هذا المرض العنيد اللي بيصيب مناطق في الوجه وأيضا في الشعر وأيضا بيصير فيه عندنا فراغات ومشكلة وبتمدد تمتد المشكلة وأيضا بتسبب مشاكل نفسية فبالتالي نعم استخدامها كانوا لهذه المشاكل ومجربة ابعونا الله سبحانه وتعالى إذن الثوليل على المناطق الحساسة مجرب والثوليل وينما كانت إن شاء الله إنه بتفيد أيضا الروماتيزم له دور بالحنة وبتدخل فيه علاجه والتخلص من الكثير من الأعراض غير ذكرنا إنه مشاكل المفاصل فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا منها الخصائص المفيدة اللي كانوا أجدادنا فعلا يستفيدوا منها وما كان هالكريمات الموجودة بالسيدليات فكانوا يعودوا للطبيعة ويتشافوا وما في أضرار على أبدانهم والحنة وخصائص الحنة للرجال خصائص لا تصدق خصوصا إنه يحني أسفل القدمين مقوية للرجال وإقرأوا عن هذه المعلومة بتجدوها معلومة صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى غير إنه كانوا يستخدموها لمشاكل فروة الرأس وأيضا لتخلص من الشيب وأيضا لتلوين الحنة وكيف ندخل معاها أوراق الميرامية وأيضا نغلي معاها الشاي الأسود ونعجنها معاها للمشاكل وأيضا نضع عليها البابونج وأيضا الكثير من الوصفات اللي كانوا يستخدموها أجدادنا وكيف يضعوا وخلي التفاح الطبيعي ويخلطوا فيه الحنة فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه نكون قدمنا المعلومة السهلة ونعرفكم بالفوائد الطبيعية للحنة وحتى لها استخدام داخلي أنا منعت أني أتكلم عن استخداماتها الداخلية لأسباب كثيرة لكن خصصت أنه أتكلم عن فوائدها الصحية والعلاجية والجمالية وأيضا مشاكل الجلد وأيضا مشاكل المفاصل والروماتيزم رائحة القدمين فطريات القدمين أجزم الإيدين والرجلين أيضا مفيدة جدا للمفاصل والروماتيزم والروماتيد وأيضا الحنة قاطعة للصداع استخدامها نحني وينما بدنا في جسمنا قاطعة للصداع اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر